في ضوء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون السلطة القضائية في مملكة البحرين والتي أتاحت استعمال اللغة الإنجليزية في المحاكم الوطنية فقد أدى تسعة من القضاء المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية اليمين القانونية تأتي هذه الخطوة الرائدة لتعزيز مواكبة العمل القضائي والفصل في المنازعات أمام المحاكم الوطنية لمتطلبات العلاقات التعاقدية المحلية والدولية في مجالات التجارة وعمل الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والنقل البحري والجوي والمقاولات وباكتمال إجراءات تعيين القضاء المتخصصين فأن المحاكم الوطنية تكون قادرة على تحقيق مدى أوسع في الوصول إلى العدالة وذلك من خلال القيام بكافة إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع طبيعة لغة المعاملات محل التقاضي ووفقا لذلك فأن القضاء المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية سيناطوا بهم الفصل في تلك المنازعات باللغة الإنجليزية في الحالات التي يكون هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم ويكون العقد محل النزاع محررا بلغة غير اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر